سانداونز ومباريات دوري الأبطال شفنا الجولة الماضية من مباريات الزهاب في دور التمانية في دوري الأبطال سانداونز رايح الجزائر بلعب مع بولوزداد هناك في الجزائر وبيسجل أربع أهداف سانداونز بيثبت لنا أنه هو فرقة كبيرة جدا فرقة بتلعب كرة قدم هجومية داخل أرضه خارج أرضه عنده لعبة مميزة في كل الخطوط الأمامية أو حتى الخطوط الخلفية خط الوسط عنده خط وسط قوي جدا الناس دي مساكتة الناس دي بتفقل للمسم الجديد رتبت صفقات المسم الجديد جايبين لعبة مميزة للمسم الجديد بيشوفوا مشاكلهم فين وبيعالجوها جابوا حارس مرمى قوي فرق مع الفريق فرقة سانداونز حصلت على الدوري في جنوب أفريقيا ولكنهم خرجوا من بطولة الكاس خروجهم من بطولة الكاس الناس شايفا أنه خروج عادي هم بيلعبوا على كل الجبهات أما في بطولة ديع منهم عادي لكنهم عايزين يحققوا بطولتين تانين حققوا واحدة اللي هي بطولة المحلية وكمان عايزين يحققوا بطولة دوري أبطال أفريقيا كان بقى عندهم مطش في البطولة المحلية مع فريق ريتشارد بي هم خلاص نهوا الدوري الرجل رولاني مكوينة بقى بيجرب اللعبة بيشوف اللعبة اللي ملعبتش معاه طوال الموسم وبيبدأ يخليهم يشتركوا في البطولة المحلية خصوصا أن اللعبة الأساسية عندها إجهات كبير من المشاركات القرية في دوري أبطال ومن خلال بطولة الدوري بطولة اللي كانت صعبة بالنسبة لهم اللي هم قدروا يحققوها رولاني مكوينة مدارب سانداونز كان ليه تصريحات بعد اركاء ريتشارد بي في البطولة المحلية وبعد فوزهم بهدف نشوف رولاني مكوينة قال إيه ونرجع مع بعض مرة تانية إن أداء الفريق بعد فتر التوقف أدت إلى إحداث بعض التغييرات في تشكيل الفريق خاصة بعد مباراة الأهلي أمام رويل إي أم ثم فتر التوقف الفيفا ظهر فيها الأداء الهجومي للفريق قبل وبعد سوالوز وكيبتاون سيتي وجولدن أروز مختلفا سواء في كيبتاون أو خارجها خاصة في الأداء الدفاعي بالطبع وجهنا العديد من التحديات وكان هذا طبيعيا نتيجة الثقة المتزايدة لدى الفريق ولكن اليوم علينا تحقيق الفوز حيث وصلنا من الجزائر أمس في ساعة مبكرة من الصباح بعد 22 ساعة انتظار في المطار ثم سمحت للعبين بالذهاب لرؤية عائلاتهم لعدة ساعات من أجل الراحة والاستعداد لفترة التدريب المسائية ثم الدخول بعدها في معسكر ليس لدينا وقت كافي للاستعداد للمباراة سوى مشاهدة فيديوهات وتحليلها خاصة مباراتنا أمام فريق بلوزداد ثم بعد ذلك محاضرة نظرية للعبين أقول للعبين لقد ظهرتم بصورة أكثر من رائعة وأنا فخور بهم لأنه أتيحت لهم فترة قصيرة جدا للاستعداد للمباراة بالتأكيد ولكن هذه الحياة لذلك كان من المهم تحقيق الفوز اليوم ولكي أتحدث معك بصراحة أعتقد أننا لعبنا بالصورة أفضل أمام كيبتاون سيتي وأيضا بصورة أكثر من رائعة أمام جولدن آروز وأفضل وأفضل أمام سوالوز ربما بصورة أفضل من أدائنا اليوم ولم نحقق الفوز لذلك علينا كفريق سانداونز أن نؤدي بشكل أفضل وأن نحقق الفوز نعلم ذلك جيدا ولكن هناك أوقات يجب أن نظهر فيها أننا أبطال وأن نحقق نتائج جيدة ونشمر عن سواعدنا البعض ربما يرى أن الفريق لم يؤدي بقوة متناسين قدرات الآخرين وأننا عملنا بكل قوة ولم نصل للمثالية بالتأكيد التي يتوقعونها لأننا لا نعيش في عالم من الواقعية والكمال وكل هذه المثاليات لذلك ما أستطيع أن أقوله الآن وكما قلت من السابق بأننا فخورين بأداء وجهود لاعبي الفريق يعني فرقة سانداونز نجحة في السنوات الأخيرة أنها تثبتنا أن المدرب الأفريقي مدرب كبير جدا نجحوا أنهم مع بيتسو يصنعوا اسم كبير من مدرب زي بيتسو نجحوا في الفترة الحالية أنهم يصنعوا اسم كبير من رولاني مكوينة عاوز أقول لكم أن رولاني مكوينة عنده عروض كبيرة جدا من منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج لكن وجوده في سانداونز الناس مصممة عليه أنه يزل هناك خصوصا في وجود فليمينجبرج مدير التسويق الرياضي هناك في فرقة سانداونز اللي اتنموا تفاهمين مع بعض بيتكلموا مع بعض في كل حاجة في أمور الصفقات سانداونز مخلص صفقات الموسم الجديد سانداونز مذاكر ومجهز للسنة الجديدة ومخلص الصفقات تماما شايف نقاط الضعف فين ومجهز نفسه فرقة أخرى